رئيسي سيواجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية ومرعاة الفئات الاكثر احتياجا لومبرغ الامريكية تعنى ان الجنيه المصري احد افضل العملات العالمية داء خلال العام الجاري 2020 والجيش العراقي واكد صدور اوامر باتخاذ اجراءات فورية ضد قطع الطرق وغلق القسور والمصالح الحكومية الثامنة مساءنا السادسة بتوقيت جرينتش موبز اخبارية حضرتكم من القاهرة اهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وتنسيق بين كافة اجهزة الدولة المعنية وذلك لموصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم وغلال اجتماعه مع محافظي البنك المركزي ونائبه اكد الرئيس ضرورة مرعاة الفئات الاكثر احتياجا والتخفيف من اعبائهم بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي ان الاجتماع شهد كذلك عرض اخر تطورات اعمال اللجنة المختصة ببحث اوضاع الاف المصانع والشركات والاشخاص الاعتبارية المتعثرة وذلك في ضوء توجهات الرئيس باتخاذ الاجراءات الفورية والتي تدعم تلك الكنات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم اعرب رئيس سعد فتاح السيسي عن تقديره للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية وزيادة وتيرة التنصيق ما بين البلدين في مختلف المجالات وخلال استقبال وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة كاترين موران اشار الرئيس لان مصر تقدر جهود اصدقائها في البلمان الفرنسي للدفع بأطر التعاون الثنائي تعزيزا لشتى مصارات الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وفرنسا وذكر سفير رابسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس استعرض خلال اللقاء القهود المصرية المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ ثقافة قبولي الآخر وحرية الاعتقاد ومشيرا في هذا الصدد لأهمية الفهم الصحيح للدين وتصويب الأفكار الخاطئة ذكرت وكالة بلومبرغ الامريكية ان القنيها المصري مستمر في تقديم اداءنا قوي خلال هذا العام ليسجل احد افضل العملات العالمية اداء خلال العام الجاري 2020 وقالت الوكالة والامريكية ان القنيها المصري حقق صعودا باكثر من اثنين في المئة امام الدولار الامريكي بفعل نجاح عمليات طرح السندات المقومة بالدولاري او القنيه توقع دويتشا بانك ان يرتفع معدل النمو في مصر الى نحو 5.8% و5.9% في السنتين المتتاليتين 2020-2021 ومن 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018-2019 وارجع تقريرنا للبنك هذا الارتفاع الى الانتعاش التدريقي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص واشار البنكو الى ان معدلات تضخم انخفض بشكل كبير ومتوقعا ان يستمر تضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات احدية طوال عام 2020 مع ارتفاع قيمة القنيه وجهود الحكومة اعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام القوات المسلحة على رقية لواء عبد الكريم خلف عن تشكيل فريق عمل برئاسة وزير داخلي يسين الياسر لملاحقة العابثين بالامن العام واكد خلف صدور اوامر باتخاذ اجراءات فورية بعدم السماح بقطع الطرق وغلق القسور والمدارس ودوائر الدولة وفرد العقوبات القانونية على كل من يعطي العمل الدولة اكدت سوريا ان اي وجود للقوات التركية على اراضيها هو وجود غير مشروع وهو خرق فاضح القانوني الدولي وحملت الخارجية سوريا نظام التركي المسئولية الكاملة عن تدعية هذا الوجود قالت الخارجية في بيان ان التصرحات اردوغان بالشأن الوضع في ادلب لا تصدر الا عن شخص منفصل عن الواقع ولا تتم الا عن قهل وقددت الخارجية السورية تأكيدها على الاستمرار في مكافحة التنظيمات الارهابية على كامل اراضي البلاد انتهى الموجز الاخباري لمزيد من الاخبار تابعوا دوما موقعنا الاخبار اكسرانيوز.تفي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة